السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية نستهلها وإياكم متابعنا الكرامة بتوقعات حالة الطقس لصابحة يوم الثلاثة 19 نونبير حيث من المتوقع أن تكون الواجهة الغربية للبلاد مع نزول أمطار مهمة على مستوى المناطق التالية حيث من المتوقع أن تكون مدينة تامري وكذلك أي تدهد الصفيرة شيشة وخميس ولاد الحاج مراكوش سيدي بوعتمان قلات صرغن وكذلك ابن كرير اليوسفية أسفية الولدية وصولا للأسيد بمبور ولاد فريج الجديد أسطات برشيد القارة الضار البيضاء بن سليمان الرماني خميسات رباط وكذلك على مستوى الشريط الرابط مابن سيدي سليمان مكناس فاس قريط بمحمد تونا تقنول وكذلك أسكن هذه المناطق معنية بإذن الله تعالى بالتساقطات المطرية التي ستعرفها بلادنا خلال الفترة الصباحية من يومه الغد أما فيما يخص الفترة الصباحية دائما فمن المتوقع إن شاء الله زباة الزخط المطرية على مستوى مرتفعة كيمدن وكذلك أمصميز هذا ومن المتوقع إن شاء الله تعالى خلال فترة بعد الزوال من يوم الثلاثة أن تكون المناطق الوسطى غائمة إلى قليلة السحب مهتماله برياح جنوبية على مستوى هذه المناطق ومن المتوقع إن شاء الله كذلك على مستوى المناطق الشرقية للبلاد وكذلك على مستوى المناطق الشمالية أن تكون مانية بتساقطات المطرية والتي ستشهد المملكة بداية من الساعات الأولى من بعد الزوال يوم الثلاثة 19 المنبر وفي اللائحة اسم المدن المانية بهذه التساقطات إفرانس كورامت داز مكناس الخميسة سيدي سليمان كامن قرط بمحمد فاستا لتازا جلسيف صاقا وكذلك عقنول لتريوش تاونات تابودا وزان إيساقن وكذلك شفشون الحسيمة النظور وبركانة إذا هذه المناطق معنية بتساقطات المطرية التي ستعرفها المملكة خلال بعد زوال يوم الغد خلال الفترة المسائية من المتوقع إن شاء الله دخل منخفض جوي مهم سيشمل مناطق الشمالية للمغرب كما يوضح لنا هذا المدج وفي اللائحة أسماء المدن الشمالية الغربية المانية بتساقطات المطرية مدينة طانجة تطوان أصيل العراء الشفشون للاميم ونوزان كذلك أساقن تابودا كامن سيدا لالتازي سيدا سليمان مكناس إفران والماس الخميسات الرماني وهكذلك الرباط وابن سليمان واحتمال تشكل الغيوم قد تكون مصحبة بنزخة المطرية ضعيفة على مستوى باتزم خريب كالكار برشيد وكذلك فيما يخص المناطق الشمالية أو المناطق الوسطى للبلاد فمن المتوقع إن شاء الله تكون خنفرة وكذلك زاوية الشيخ وتنفيذ طبعي ملشيل وابن ملال وكذلك أزيلال تابان تاكدير بوشيبا يكنمتن وانويتر مزميز وصولا إلى إيمنتانوت هذه مناطق المانية بتساقطات المطرية ليومي الغد